اشتركوا في القناة ابتداء من تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية انسحاب العديد من الشركات العالمية من السوق الإيرانية أو تجميد التعامل معها والصعوبات الاقتصادية التي يواجه المواطن الإيراني سؤالات منها ما هي خيارات إيران للخروج من هذه الأزمة وما هي إنعكسات ذلك على التطورات السياسية في المنطقة وأخيرا ما هي الجهات المستفيدة في الداخل الإيراني نوجد من ذلك كله نتابع ولكن بعد هذا التقرير عادت إيران إلى نقطة الصفر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات المفروضة على إيران الأمر الذي ظهرت آثاره سريعا على اقتصاد هذا البلد المتعثر والذي كان يبحث لتوهي عن تحقيق انتعاش بعد توقيع الاتفاق في مايو 2015 ورفع العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي السابق ليحاول النظام الإيراني البحث عن وسائل لإنقاذ اقتصاده بالاعتماد على الاقتصاد المحلي وإطلاق خامنئي على السنة الشمسية الإيرانية الجديدة والتي بدأت في الحادي والعشرين من مارس الماضي اسمع عام دعم الصناعة المحلية الإيرانية إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل تفاقم معدلات التضخم والركود للاقتصاد المحلي وتصاعد في أعداد العاطنين على العمل وتراجع الخدمات الاجتماعية بل حتى عدز مؤسسات حكومية عن تستيد رواتب موظفيها في الموعد المحدد فيما استمرت الشركات العالمية بسحب استثماراتها ووقف تعاملاتها مع إيران وهروب رؤوس الأموال منها وزيادة أسعار السلع المستوردة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل التومان الإيراني لرقم تاريخي لم تشهده إيران من قبل وذلك بعد فرض عدد من القيود والعقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كان أبرزها فرض قيود على بيع العملة الأمريكية لإيران فرض قيود حول شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران فرض قيود مباشرة وغير مباشرة على شراء الصلب والألومنيوم فرض قيود على الاستثمار في السندات الإيرانية فرض قيود على صفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية فرض قيود على تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية فرض قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وكذلك فرض قيود على التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية لتفشل جميع محاولات النظام والحكومة الإيرانية لإنعاش الاقتصاد وامتصاص غضب الشارع الإيراني في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لوقف طموحاتها التوسعية الإرهابية في المنطقة ولم نقش هذا الموضوع يصرنا ينضم معنا من الدمام الأستاذ فضل أبو العينين المحلل الاقتصادي المعروف أهلا بك أستاذ فضل وبداية كمدخل في هذه الحلقة كيف تقيم الاقتصاد الإيراني في وضعها الراهن ما هي ثوابة الاقتصاد الإيراني وراء كائزه التي يجعله رغم كل ما يعاني منه لا زال واقفا على قدميه وإن كان بدرجات متفاوتة بسم الله الرحمن الرحيم الاقتصاد الإيراني بدأ رحلة الانهيار الحقيقي خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي ستفرض عليه اتباعا إضافة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي العقوبات الأمريكية ستكون قاسية على الاقتصاد الأمريكي خاصة وأنها تضرب عفوا الإيراني ستكون قاسية على الاقتصاد الإيراني خاصة وأنها ستمنع هذا الاقتصاد من التعامل المباشر بالدولار الأمريكي ستمنع الشركات العالمية من التعامل مع إيران ستمنع أيضا صادرات النفط الإيرانية التي تشكل ما يقرب 56% من الإيرادات بالعملة الصعبة وبالتالي هذا سينعكس سلبا على البنك المركزي والاحتياطياته النقدية وهذا سيحول دون إمكانية الحكومة الإيرانية من دفع وقيمة وارداتها مستقبلا وستركز على الانتاج الداخلي لماذا هي ما زالت قائمة حتى الآن؟ نعترف بأن إيران تمتلك إنتاجا محليا يمكن أن يساعدها في الكفاف حين المقاطعة ولكن هذه المقاطعة ستكون قاسية وسينعكس هذا على الشعب الإيراني الذي بات حجم الفقر يرتفع بشكل كبير وهذا ما يدفع كثير من الشعب الإيراني إلى الخروج إلى الشارع وبالتالي الاحتجاجات التي ربما تكون هي المدمرة لنظام الملالي في إيران نعم استاذ فضل قرأنا مؤخرا أن هناك محاولات للنظام الإيراني لتهريب 300 مليون يورو من ألمانيا تحديدا إلى الداخل الإيراني وهذا إشارة إلى أن هناك عجز في المخزون من العملة الصعبة سواء من الدولار أو من اليورو والعملات الأجنبية بشكل عام مثل هذه المحاولات ألا تجعل الضغوطات على النظام الإيراني أكبر والتهم إليه في قضية محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالتالي اتخاذ خطوات من كثير من الدول وربما من الشركات للوقوف ضد التعاطية والتعامل مع النظام الإيراني واقتصاديا طبعا أبدأ أولا بعملية تهريب العملة إلى الداخل إيران تتخذ سياسة تخزين العملات النقدية لاستخدامها في مواجهة العقوبات المستقبلية عندما نتحدث عن العقوبات الدولية فنحن أيضا يجب أن نشير إلى إمكانية خرق هذه العقوبات من خلال المهربين من خلال أيضا المتعاملين في السوق السوداء الذين يزودون إيران ببعض احتياجاتها ولكن إيران لا تستطيع أن تقوم بتسوية مدفوعاتها من خلال الشبكة العالمية أو من خلال المصارف وبالتالي هي إما تعتمد على المقايضة من جانب المقايضة النفطية مقابل الغذاء على سبيل المثال للحصر أو أن تقوم بدفع تكلفة بعض احتياجاتها عن طريق العملة النقدية التي تخزنها ولكن السؤال الأهم إلى متى ستستطيع إيران أن توفر هذه العملة وبالتالي تستمر هذا من جانب من جانب آخر التهريب لعبة إيرانية وخرق الاتفاقيات لعبة إيرانية ولكن يبدو أن الحكومة الأمريكية الجديدة باتت متنبهة لهذا الجانب وفرضت قيود مشددة على كل من يخرق هذه العقوبات الأمريكية وبالتالي أنا أعتقد أننا دخلنا مرحلة حقيقية في مواجهة إيران عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية والعالم نعم الآن أستاذ فضل وأنتم متخصصون في الشأن الاقتصادي ومتابع لي الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي إذا ما استمرت هذه العقوبات الأمريكية وهي تبدو كذلك وهناك ربما المزيد من العقوبات القادمة قبل الحقيقة نوفمبر القادم ما هو موقف الشركات العالمية من ذلك؟ هل ستحاول أن تتجاهل مثل هذه العقوبات وهذه التهديدات الأمريكية وتنظر لكعكة الإيرانية وتحاول أن تستثمر في الاقتصاد الإيراني أما أنها ستحاول أن تبحث عن بدائل وأن المخاطرة ليست بالحجم يعني لا تستاهل أو لا تستحق كل ذلك المجازفة وبالتالي تذهب إلى أسواق مختلفة خاصة فيما لو اتخذت بعض الدول خاصة ربما في منطقتنا أن تلك أي شركة تتعاطى أو تتعامل مع النظام الإيراني في ظل العقوبات لا يمكن أن يكون لها حصة في اقتصادات هذه الدول وفي مشاريعها الاستثمارية والبنيوية الملاحظ في هذه الفترة التي بدأت الحكومة الأمريكية بالتلويح بالعقوبات الاقتصادية تباعا نجد أن الشركات الغربية لم تعد تهتم بما تقدم حكوماتها وليس ما تهدد به الولايات المتحدة الأمريكية شاهدنا كثير من الشركات في أوروبا وعلى وجه الخصوص في فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا يستمعون لحكوماتهم التي تدفعهم للتعامل مع إيران والاستمرار بالتعامل مع إيران وشاهدنا أيضا خروج هذه الشركات من إيران لأسباب مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي ستفرض بالتبعية على كل من يخرق هذه العقوبات لماذا؟ لأن هذه الشركات مرتبطة بشكل كبير بمصالح في الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها مرتبط أيضا بفروع في الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها أيضا لديه حسابات يستخدم فيها الدولار الأمريكي وبالتالي تكون هذه الشركات تحت طائلة القانون الأمريكي متى ما خالفت أي عقوبات أو أي أنظمة وقوانين أمريكية وبالتالي ستخرج هذه الشركات ولن تبقى في السوق الإيرانية وأكبر دليل على ذلك اليوم أكبر ثلاث شركات نقل بحري خرجت من السوق الإيرانية وهذا يعني انقطاع كلي لاتصال إيران بالعالم الخارجي أكثر من خمسين شركة عالمية أكدت للخارجية الأمريكية وليس وزارة المال أو نحوها للخارجية الأمريكية بأنها ستخرج من السوق الإيرانية إذن هذه العقوبات عندما تفرض ستلتزم بها الشركات لأنها تخشى أن تفرض عليها عقوبات مستقبلية لا تستطيع حكوماتها أن تنقذها منها ولعلي أشير إلى أن غالبية البنوك الأمريكية تكبدت غرامات تصل إلى 13 مليار دولار لأسباب مرتبطة بقضايا تم نظرها في وزارة العدل الأمريكية وليس في وزارات العدل الأوروبية نعم كذلك ينضم معنا الآن من واشنطن الدكتور حسن هاشميان المتخصص في الشؤون الإيرانية دكتور هاشميان هناك عقوبات كثيرة الآن على الاقتصاد الإيراني وهناك الحقيقة تدهور العملة الإيرانية في ظل هذا الواقع الذي يعيش الاقتصاد الإيراني كيف ينعكس حقيقة على المواطن الإيراني على مستوى المعيش المواطن الإيراني المعاناة التي نجد صدائها في المظاهرات في كل أنحاء إيران بسبب ما يقوم به النظام وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها النظام الإيراني في ظل التركيز على الطائفية والإرهاب نعم تحية لكم وعلى ضيوف البرنامج ومشاهدي البرنامج هناك تأثيرات مختلفة هناك تأثيرات مباشرة على المواطن الإيراني هناك تأثيرات غير مباشرة هناك تأثيرات نفسية هناك تأثيرات يعني اقتصادية واضحة باعتقد التأثيرات التي تأتي بصورة مباشرة هي عندما ينقص الموضوع العملة في الأسواق الإيرانية هناك شركات متوسطة الحجم في داخل إيران لا تستطيع إدخال المواد اللازم لنشاطاتها وهذا ستؤثر على أسعار البضايع في الأسواق الإيرانية أيضا هناك حركات تشهد في الأسواق الإيرانية بصورة غير مباشرة مثلا عندما الناس تشعر بأن الريال سينخفض والدولار سيصعد طبعا هناك سيكون هجوم واضح على شراء الدولار في الأسواق الإيرانية عندما ترتفع هذه الأسعار كل شيء يرتفع المسكن يرتفع البضايع الأساسية المتعلقة بمائدة البيت العائلي يرتفع لذلك كل شيء سيؤثر بصورة واضحة عندما هناك ارتفاع في أسعار الدولار وهذا مؤشر واضح على انهيار الاقتصاد الإيراني أمام الاقتصاد الخارجي أو أمام العملة الخارجية لأن الاقتصاد الغوي لم يتراجع بهذا الشكل هناك شهدنا تراجعات في السعر الريال الإيراني وصل إلى 100% لذلك عندما نشهد تراجعات بهذا الشكل طبعا هناك معناه أنه انهيار اقتصادي العملة التي تقدم خاصة للموظفين في إيران تبغى على أسعار ثابتة طبعا هناك لم يأتي دفع جديد للموظفين في إيران في حين هناك ارتفاع إلى 100% في الأسعار هذا كل شيء واضح أن القوة الشرائية لهؤلاء الناس تتراجع بشكل كبير ويوم عن يوم الموظفين والعاملين في إيران يصبحون فغراء نعم نقطة مهمة قضية العملة لعلنا أيضا نشرك ضيفنا الحقيقة من الدمامة أستاذ فضل أبو العينين في هذا الجانب وهو أيضا متخصص في هذا النقطة تحديدا ربما وهو ما الذي جعل العملة الإيرانية أستاذ فضل تدهور بشكل دراماتيكي خلال ثلاثة أشهر يعني أستاذ حسن هشميين تحدث أنها خسرت 100% هناك تحولت من خمسة ألاف إلى خمسين ألف ريال إلى مئة ألف ريال للدولار الواحد ما الذي جعل هذا التدهور بهذا الشكل السريع قبل أن نصل إلى نهاية المهلة وهي نوفمبر القادم سبب الرئيسي أن الغطاء النقدي بدأ ينضب احتياطيات البنك المركزي الإيراني من العملة الصعبة بدأ ينفذ أيضا وعندما تلوح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على النفط الإيراني الذي تمثل صادراتها 65% تقريبا من إيرادات العملة الصعبة فبالتالي هذا سيؤثر سلبا على العملة وبالتالي انخفضت إلى مستويات 100 ألف ريال العملة الإيرانية 100 ألف ريال مقابل كل دولار الأمر لن يتوقف عند هذا الأمر ولكن أيضا هناك عقوبات ستفرض على إيران فيما يتعلق بالتعامل بالدولار الأمريكي وهذا أيضا يجعل إيران منكشفة أمام العالم خاصة وأن البنك المركزي يعاني من شحف السيولة الأجنبية هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها وهي متعلقة بتحفيز البنك المركزي للوداعع الإيرانية كان قد رفع الفائدة إلى مستوى 25% لجذب الوداعع وبالتالي يستطيع تمويل وارداته من الخارج ثم بعد ذلك خفضت هذه النسبة إلى مستويات 10 و 13% وهذا أدى إلى زيادة السحب من البنك المركزي وانكشافه بشكل كبير الذي يؤثر اليوم على العملة الإيرانية ربما نقول أكثر من مصدر ولكن المصدر الأول هو انقطاع الإيرادات النفطية أو العملات الصعبة التي تشكل الغطاء النقدي للعملة الإيرانية الثاني هو ضعف الثقة أو تدهور الثقة بالحكومة الإيرانية ثم تدهور الثقة بالاقتصاد الإيراني والأخير هو انسحاب الشركات الأجنبية وهذه الشركات كانت تمثل مصدرا لمصادر توريد العملة الأجنبية إلى البنك المركزي هناك نقطة أشار لها الضيف الكريم فيما يتعلق بالتضخم ونعتقد أن هذه هي أهم نقطة يجب التعامل معها اليوم الأسعار بدأت ترتفع بشكل كبير هذا ينعكس انعكاس سلبي على معيشة الشعب على قدرته على تمويل احتياجاته الأساسية وبالتالي سينعكس سلبا على الاستقرار في الداخل الإيراني نعم السادة ودكتور هاشميان لاحظنا مؤخرا في الإعلام الإيراني أن هناك محاولات لإقناع زبائن إيران بالدفع لإيران بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار واليورو هل ستنجح إيران في ذلك وما هي دوافع نعلم أنها تريد تحتاج إلى عملها أجنبية لكن لماذا تحاول أن تحصل على قيمة ما تبيع لهذه الدول بالعملات المحلية للدول أول شيء لهذه الغضية إيران دائما تتحدث عن السيادة الوطنية أول شيء يضيع في هذا الموضوع هي السيادة الوطنية يعني عندما الهند مثلا بدل أن تعطي إيران الدولار تعطي الروبية العملة الهندية إيران تصبح تابعة للاقتصاد الهندي أو الصين عندما يغومون بتقديم اليوان بدل الدولار الأمريكي ونعتقد ستكون حالات تحدث في المستقبل من هذه الحالات الاقتصاد الإيراني يصبح أكثر تابعا للاقتصاد الهندي والاقتصاد الصيني وأي اقتصاد آخر الذي يدخل بهذا الشكل ويعطي العملة الوطنية بدل العملة المعروفة في الأسواق العالمية النقطة الثانية إيران عندما تاخذ الروبية الهندية تستطيع تتعامل فقط مع الهند يعني لا تستطيع تتعامل مع دول أخرى مع الاتحاد الأوروبي يعني هناك مجالاتها وخياراتها في الشراء والبيع جدا يصبح محدود وأيضا عندما تتعامل مع الصين وأي بلد آخر لذلك هذه يعني أكثر من ما يحدث في موضوع العقوبات وأكثر كارثيا فيما يحدث في موضوع سوء الاقتصاد وسوء الإدارة وما شابه ذلك هذا يضر كثير في الاقتصاد الإيراني أكثر من ما أن إيران تقع مباشرة تحت مثلا قطيعة كاملة عن الاقتصاد العالمي وبعدين إيران فقط عليها أن تستورد المواد اللازمة مثلا من الهند أو الصين وهذه أيضا لم تدخل في النظام المصرفي الإيراني يعني النظام المصرفي الإيراني يبقى ضعيف تماما أمام أي عملة أخرى لأن حقيقة لم يدخل شيء في داخل هذا النظام يعني مجموعة من السيئات تجتمع مكان واحد وتضرب الاقتصاد الإيراني من خلال هذه السياسة نعم أستاذ فضل الآن ونحن نتحدث عن العقوبات الأمريكية وربما وغير الأمريكية وأنها ستم رفع مثل هذه العقوبات أو زيادة وتيرة هذه العقوبات إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد الإيراني ما هي أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل جدي من هذه العقوبات قبل أن أجيب على هذه النقطة دعني أشير إلى أن الحكومة الإيرانية اتخذت تدابير فيما يتعلق بخفض وارداتها من الخارج جعلت هناك أنظمة تحول دون استيراد أكثر من 1300 سلعة من الخارج وبالتالي هذا الأمر ينعكس سلبا على المعيشة في الداخل أعلق فقط أيضا على مسألة التبادل بالعملات في الهند أو غيرها نعتقد أن المقايضة هي الأساس والمقايضة هي أن تصدر إيران النفط إما تهريبا أو جزء بسيط منه وبالتالي مقابل هذا النفط تحصل على وارداتها التي تحتاجها في الداخل ولكن المراهنة على الهند والصين لم تعد قائمة بعد التقارب الأمريكي الصيني اليوم هذا سيؤثر سلبا على أي توقع بأن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه إضافة إلى الضغوطات الأمريكية على الهند أما ما يتعلق بالقطاعات المتأثرة أول قطاعات المتأثرة هو القطاع النفطي منع الصادرات اليوم لا يعني أنك تستطيع ضخ هذه الصادرات مستقبلا بجرة قلم فكلما تم فرض عقوبات على الصادرات النفطية فذلك يعني أن إيران لن تنتج النفط وبالتالي هذه الآبار ستكون غير قادرة على التشغيل مستقبلا وبالتالي ستحتاج إلى أموال واستثمارات ضخمة لإصلاحها وهذا أمر غاية في الأهمية النقطة الثانية انعكاسة على البنك المركزي أشرنا إلى أن العملة الصعبة اليوم وتدفقات العملة الأجنبية ستكون محجوبة وبالتالي سينكشف البنك المركزي ولن يستطيع تمويل وارداته من الخارج النقطة الثالثة انعكاسها على التضخم نسبة التضخم سترتفع بشكل كبير وهذا أمر مؤلم للشعب الإيراني أيضا الأثر الآخر هو على الريال الإيراني وأتوقع أن يتجاوز الريال الإيراني 100 ألف إلى أن نصل إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير مستقبلا هناك نقطة مهمة لا أحد يشير لها نعم تضر وهي العقوبات الأمريكية التي ستفرض أيضا ستطال الجانب المالي وبالتالي ستخرج إيران من نظام سوفت العالمي وهذا يقطع علاقتها المالية في العالم ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تعيش بمنظومة داخلية دون التواصل مع العالم الخارجي نعم دكتور هاشميان الدول الأوروبية وخاصة ثلاث دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤكد على التزامها بالاتفاق النووي حتى في ظل انسحاب أمريكا الراهن وأنها ستلتزم بوعودها مع طهران السؤال هنا هل الشركات الأوروبية ستقف بنفس الموقف من طهران أمنا رأس المال جبان وبالتالي لن تقدم على عملياتها واستثمارات في الداخل الإيراني وعقود مع طهران خاصة أننا نشهد انسحاب الكثير من الشركات الأجنبية من السوق الإيرانية كما تفضلت الرئيس المال جبان لذلك هذه الشركات غير ملزمة باتخاذ سياسات تابعة لدولها وأعتقد أن الاقتصاد الحر يسمح لها أن لا تبغى في إيران لأن لديها معاملات كبيرة مع الولايات المتحدة وهناك شرائق معروفة تعرفونها خرجت من الأسواق الإيرانية ولديها أطراف أساسية ومعاملات أساسية مع الولايات المتحدة النقطة الثانية إيران اتخذت سياسة غير واغعية وغير حقيقية تجاه الدول الأوروبية يعني قامت بتهديد الدول الأوروبية يعني ترامب يخرج من الاتفاقية النووية وإيران تهدد الأوروبيين الذين يريدون يبغون في هذه الاتفاقية ويريدون أن يساعدون النظام الإيراني وإيران بشكل كامل في هذه الغضية لذلك هذه السياسة أزعجت الدول الأوروبية وخاصة الدول الثلاث وهناك رأينا موقف فرنسي واضح حول هذه الغضية وطالب النظام الإيراني يكف عن تهديداته خاصة في ما يتعلق بالدول الأوروبية وسياسة إيران تجاه هذه الدول وأيضا قضية مضيق خرمز وإضافة تهديدات وتكرار التهديدات السابقة حول مضيق خرمز لذلك أوروبا في هذه الفترة غير مريحة من هذه السياسة الإيرانية نعم باختصار شديد أستاذ فضل أوروب في أقل من دقيقة كتقييم على المستوى المتوسط والبعيد كيف تنظر إلى الاقتصاد الإيراني ومستقبله باختصار شديد أعتقد أن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة الانهيار الحقيقي وهذا الانهيار لن يكون محدودا بل سيكون مدمرا وشاملا وستكون تبعاته على الأمد البعيد خاصة وأن هذه العقوبات الأمريكية التي ستفرض على إيران لن تطال الجانب النفطي فقط ولكن ستطال أيضا قطاعات الاقتصاد الأخرى وبالتالي سيكون هناك شلل كبير داخل الاقتصاد الإيراني وهذا سينعكس سلبا على دور الحكومة في أدائها ومعيشة الشعب وأنا أعتقد أن هذه النقطة هي التي ستسهم في إسقاط نظام الملالي سريعا نعم المحل الاقتصادي الأستاذ فضل أبو العينين كان معنا من الدمام شكرا لكم كذلك نشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الخبير في أشؤون الإيرانية مشاهدين الكرام أبرز الشركات العالمية التي انسحبت من السوق الإيرانية في هذا التقرير المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى هنا مشاهدين الكرام نصل لكم لختم حلقاتنا هذا الأسبوع تابعوا حساب البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي لكل جديد دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة